نخش بقى على السؤال choose the teaching profession the teaching a profession هنا أنا أسف الإجابة هتبقى نمع D مش C يبقى teaching a profession مهنة التدريس requires good education and training تمام؟ يبقى أخذ بالك مش الإجابة مش profession كلمة profession دي معناها موكب معناها إيه؟ موكب ده خطأ بسيط الإجابة الصحيحة بنبه تاني profession مهنة التدريس الجملة التانية my elder brother is an I TV correspondent اللي هو مراسل صحفي whose job is to report news from London يبعث لهم الأخبار أو بيبلغ الأخبار من لندن military soldiers الجنود usually wear distinctive uniforms distinctive هنا بمعنى مميز زي مميز الجملة الرابعة if Mona had come ten minutes earlier she would have met دي واضح جدا إن هي الحالة التالتة من حالات إيه؟ if الجملة الرابعة نجيب محفوظ books كتب نجيب محفوظ have been translated into many language ليه استعملنا have been translated لأن الكتب مزالب بتتفجن فعشان كده استعملنا present perfect tense when we were children we didn't have emails لما كنا أولاد صغيرين أطفال ما كانش عندنا email so we had to write letters كنا بنبعت letters جوابت الجملة اللي جاي أخد بالك دي مركز على يونة 2 five letters of petrol is طبعا هنا بنعملهم على إنهم وحدة وحدة خمسة لتر من البترول is not enough for the trip from Cairo to Alexandria الجملة رقم تمانية دكتور آيشة عبد الرحمن used to go with her father to meetings at which طبعا معروف إن إحنا عندنا اتنين بس اللي بيجي قبلوهم حروف جار هما مين which وهوم وطبعا هنا الإجابة هتبقى which the astronauts went on a space to replace a broken fuel bomb a space walk مشي في الفضل الجملة رقم عشرة at the beach people's skin بشرة الناس can become darker انت بتشوف اللي بيصيب بتلاقي بشرته غم أشواء because they are exposed بيتعرضوا لإيه بقى ultra-voiled rays الأشعة فوق البنفسجية يحيى حقي is one of the most influential مؤثر writers in the Egyptian literature في الأدب المصري طبعا سؤال سهل قوي 12 coal, oil and gas are fossil fuels وقود حرفي 13 we expect to boss احنا بنتوقع ان احنا ان شاء الله هنتجاوز امتحان الإنجليزي هذا العام تمنى لكم كلكم التوفيق سلوى is beenyless beenyless هنا معناها مفلسها معهاش ولا مليم she wishes she hadn't spent all her money yesterday هنا ده تمني في الماضي فبنستعمل باست perfect head والتصريف التالت هنا من فيه it's my mother's birthday عيد ميلاد أمي so I want to buy here a present نخش باعلى سؤال find the mistake أول جملة عندنا he wanted to know أو عايز يعرف how I feel about working in luxury he wants to know how would I feel about working in luxury خد بالك الميستيك هنا بسيط قوي مش would I I would طب ليه ميستر ما خد بالك دي جملة جملة سؤال متحولة لإنديريكت فلازم حضرتك بتغير مكان الفاعل والفاعل المساعد فتبقى how I would feel مش would I feel ممكن يبقى الخطأ في الترتيب كده طبعا ركز وخد بالك when I have nothing to do I feel really boring لأ لما بتكلم عن نفسك هتقول I feel really bored بشعر بالملل أو الضجر أما boring بنوصف بيها مثلا فيلم مسلسل مطش شيء كان ممل at night bright lights always illustrate the front of the palace لا مش illustrate هنا eliminate 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 يعني يضيء لما بنصلى ضوء على شيء فبيبني أن الشيء نفسه هو اللي منور فدي اسمها أو الفعل ده اسمه eliminate الجملة بقى مربعة the doctor advised my aunt not to eat sweets because she is tronic tronic هنا بمعنى مزمن يعني عنده مرض مزمن لكن أو الأمراض المزمنة لكن احنا بنمتصح مين انه ما يكلش حلويات كتير اللي هم مين diabetic مرضى السكر despite grandfather is 72 he is still working احنا عايفين طبعا انه ما ينفعش بعد despite يجي subject و verb ما ينفعش يجي بعدها جملة كاملة فهنستبدل despite بقول ذو أو ذو ودي اسهل حاج today paper plastic and glass can all be replaced to be used again هنا الخطأ في كلمة replaced هي المفروض recycled recycled يعني يعاد استخدام هندخل بعد كده على story the prisoner of zinda أول سؤال عندنا بيقول ايه what did آسف what reason did rassendil give princess falavia for leaving sterleso هو لما كان مغادر ل sterleso لما كان رايح sterleso العاصمة كان بيقول على سبب مهم جدا ايه هو بالنسبانه rassendil told princess falavia that he would leave staleso for hunting رايح للصيد بس ايه ده لا hunting مين duke michael هو اخبارها انه هو هيصطاد michael هيصطاد مين michael السؤال الثاني عندنا في القصة why did rassendil kill max half لي rassendil قتل max half طبعا المشهد ده لما قتل max half فين in the boat لما كان rassendil بيتحرك داخل الموت في الخندق وضيب من the castle of zinda فالاجابة because this was war دي كانت ايه حرب for the king's life من اجل حياة الملك and the max was working was working for the enemy وماكس ده شغال عند العدو ولو ما قتلوش كان هو هقتلو السؤال الثالث what did sapt plan to do if the real king died sapt قرر بيعمل ايه لو الملك الحقيقي مات rassendil would be the king of rytania forever هيفضل rassendil ملك rytania للابد السؤال الرابع rassendil and the sapt needed a permit كانوا محتاجين تصريح to leave the city بعد التتويج على طول كان rassendil محتاج تصريح عشان يخرج من المدينة ليه بقى because the city gates would be closed at night and no one could leave without a permit المدينة كان حواليها اسوار والاسوار دي لها بوابات ومحدش بيقدر يخرج من غير تصريح لان في حرس على كل بواب الكوتاة 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 يقول it's good to meet you your cousin it's good to meet your cousin you must forgive me if i seemed surprised as it isn't every day that you see your double because the real king saw راسندل who resembled him or looked like him أو تقدر تقول because they were alike finds a mistake في أول جملة يقول مايكل write through the poor part of the town without a close guard لا طبعا مش مايكل راسندل السؤال الثاني راسندل اسكد ستباكينيش الموشال يعني to kill فلافيا and not to allow anyone of the dukesmen to visit here طبعا مش to kill to guard أو protect أو take care of أو secure أي حاجة من الأفعال دي تمشي فلافيا يحمي فلافيا البارغراف اللي كان في الامتحان دا كان بيتكلم عن the different ways people can do to save energy الطرق المختلفة اللي الناس ممكن تعملها لتوفير الطاقة طبعا ترشيد الاستهلاك وتوفير الطاقة والحاجات دي من الحاجات المهمة جدا اللي هنبكز عليها السنة دي برضو الترانسليشن بيقول عشان جزوع الأشجار إلى قطع صغيرة بتخلط مع المواد الكيميائية الكيميائية يحصل عملية طبيض وبعدين بتزال الميا من الخليط بعد كده الخليط ده بيمر من خلال هوت رولرز استوانات أو بكرات ساخنة عشان ننتج الوراق اللي احنا عايزين الترجمة التانية تستخدم الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في بعض محطات الطاقة العملاق الطاقة الشمسية لا سولار انيرجي إز يوز توجينا إلكتريزيتي في بعض محطات محطات آخر عفوا هل يمكنك أن ترشدني إلى أقصر طريق للوصول إلى استاذ القاهرة إسكيوز مي كوديو تيل مي زي شورتست وي تجد تكايرو استيديو إن شاء الله فارة فورسة برضو هيكون عندكم فيديو جديد لأحد امتحانات مصر في السنوات اللي فاتت أتمنى من الله سبحانه وتعالى إن الفيديوهات كن عاوناً لكم على إن أنتو تحققوا الدرجة النهائية أطرب المنى وأرق تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم